محطتنا الأخيرة لليوم مع الأنشطة الثقافية التي عادت نفض الحياة إليها ضمن سلسلة فعاليات تطلقها وزارة الثقافة بعنوان مهرجان الثقافة ببيتك أكيد من دون جمهور الحديث أكثر عن هذا الموضوع بصرنا نرحب بجوني ضاحي مدير المكتب الصحفي في وزارة الثقافة يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك صباح الخير يسعد صباحك صباحك جوني وأهلا وسهلا فيك يعني نقول عن المهرجانات دائما نحن نربط أحيانا بالصروح الثقافية ولكن في المهرجان هذا بالذات وما نحصرت فعالياته ضمن الصروح الثقافية خلينا نحكي أكثر عنه مهرجان الثقافي في بيتك هو تم تحديد الامطلاقه بفترة كانت فيها العطلة فنحنا انطلقنا فيها من دون جمهور قبل قرار بعضبة المشاط الثقافي بالنسبة 30% من الحضور متن ما اتفضلتي نحنا مو بس بدار هنكون مراكزنا الثقافية نحنا هنكون بدار أسد الثقافي الفنون بقصر العظم وبخان أسعد باشا كأصرحة ثقافية وتاريخية الشيء الجديد قدمنا بهذا الموضوع هو الحفلات الموسيقية التي نقدمها بمستشفيات دمشكلاتها هذه الفكرة اليوم قدمناها هي تحية من وزارة الثقافي له الجيش الأبيض اللي قدم كتير لكادرنا الطبي حبينا نقدم له شكر نقدم له تحية طبعا الشكر والتحية من وزارة الثقافي بقون عبر لغة الموسيقى عبر لغة العالمية حبينا نقول له شكرا على الشيء اللي قدموه باستنفار اللي يعني مد فترة طويلة بحدود ثلاثة شهور ولا قدرنا ننوص هذا اليوم الحمد لله لبر الان الفضلون بجاه زيتون بالنسبة بالإضافة لذلك المرضى الموجودين كمان هي مثل موسائلون تحية ونكون معهم باللحظات الصعبة رسالتكم كتير حلوة رسالة سامية أكيد والموسيقى هي غذاء الروح خلينا نحكي عن الحفلات والمهرجانات يتم عرض عبر وسائل الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي بالآخر كمان أونلاين عبر صفحات الوزارة خلينا نحكي أكثر عن هذا الموضوع الوقت نطلقنا بهذا الموضوع كان السعي من كمتلك ما كنا عايدين فعملنا مشروع أن نطلع عن طريق صفحات الوزارة اليوم صفحات الوزارة الثقافي على الفيسبوك إلى متابعين إلى جمهورة والإضافة إلى ذلك كان معنا ربط كامل من جميع الصفحات التابعة لوزارة الثقافي مدرياتنا العامة ومدريات الموجودة في دمشق وبعدين مدريات الثقافي الموجودة في جميع المحافظات السورية فكان كلهم يبثوا مباشر أونلاين فورا نزلنا البيت وكله أخذوا فقدرنا يعني نوصل لمجموعة كبيرة من المشاهدين وتمت الحمد لله بمبارحة كانت أول تجربة مساءً وتمت من نجاح فينا أكتبرا إن شاء الله حلو طبعا مشكورين الإعلام كان معناه كثير قنوات إعلامية غطت الحداث يعني بحيث إن شاء الله تكون هذه البادرة حتى هي إلى الأيام إن شاء الله ترجع الأمور لأخير هو البث الإنترنت اليوم عميلاقي إنه صار في إلو لها متابعين كثير غير متابعين التيفي وغير متابعين اللي عم يكونوا موجودين فدائما وجود الشخص بإيده الموبايل هون تقدر توصلي له أكتر فإن شاء الله بنستمر به التجميع شاء الله يا رب جوني يعني مثل ما بنعرف نحنا مرينا بجائحة كورونا مريفية وأيضا ولكن سمحت مديرية المسارح بثلاثين بالمئة خلينا نقول نسبة حضور كتقليل عدد أكبر عدد ممكن خلينا نقول أيضا نقدر ناخد احتياطاتنا لهذه الجائحة أدي حققت هيك نسبة خلينا نقول نجاح أو كيف كان الوضع هلأ مبارح بالبروفات عملنا أول كان بلاشتنا الإجراءات الاحترازية فتم طبعا أجهزة التعقيم بفوت أي حدا بتعقم بالجهاز بعدين في إيهاز حرارة بعدين في حسب كل مكان طبعا نحنا اليوم بعنا الأمور مبعدينهم نعم الأمور اليوم منظمة أكتر بحكم أنه في كراسي يعني وعلم كل واحد يو على كراسي فنحنا مثلا دار الأسد الثقافة والفنون فنعتبر أنه أولا مثلا المسارع نفترض أنه بسع ألف شخص فحيكون فيه 300 شخص بيطرق بتباعد يعني منتظمية حتى حم يسووا اليوم الشباب بكل مكانهم نعم مدرية المسارع والسينو والدار الأسد والمراكز الثقافية بحيث أنه فوت الشخص بيعد بكرسي فورا بفوتوا على جهاز التعقيم فحص الحرارة بيتفضل المكان نعم أكيد جوني خلينا نحكي عن المشاريع المستقبلية بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية اللي حكيت عنا شو مخططين لبعدين؟ هلأ انطلقت الوزارة بشكل كامل بنشاط الثقافي كامل دار نعود مثل ما كنا قبل الجائحة حيكون عنا مهرجاناتنا مستمرة حننطلق بعروضنا المسلحية وعروضنا السينمائية بحفلها الدار الأسد طبعا فقط أنه ما هيكون في عنا ضيوف من خارج السورية طعا في حكم الطيارات ووضع للمشابة حنستمر مثل ما نحنا بس فقط هي اللي يختلف علينا هو الموضوع الحضور كان الحضور بالكامل كنت تعرفوا حضرتكم ممكن ما يعني بجوز نحنا ملاقينا كثير مشكلة هي هي المشكلة هي أنه نحنا سابقا كنا كنا بحفلة بدار الأسد للثقافي والفنون تعرف حضرتكم كان مثلا تخلص البطاقات خلال ربع الساعة صحيح 1180 البطاقة تخلص خلال ربع الساعة لطرقاتنا بالحفل الثاني يعني مو معنا مشاكل أنه العالم تعتب علينا وما شبه فتخلل اليوم نحنا نحنا نوصل إلى 300 شخص بهذه الحفلات هذا الموضوع اللي نحنا نحنا نلاقي عائق بس الإجراءات أساسية يعني نحنا اليوم عنا موضوع الإجراءات الاحترازية أساسية قبل أي عرض حيث كيف هي الجمهور يحضر المهرجان اليوم أي ساعة مثلا يشوف شو ممكن يعمل مهرجان ثقافة في بيتك ثقافة في بيتك نحنا هو في الموعدين في كل مستشفيات الساعة ستة مساء عفوا ستة ونصف مساء بمشافي دمشق فنباحة كنا بمشفى المجتهد كان في كتير تفاعل من الكادر والطبي كان في حضور من المرضى من خلال الشرفات غرف هون كل يوم ستة ونصف مساء عنا بمشفى المشافي في الساعة الثمانية مساء يوم الخميس مبارح كان في عنا والسبت والاثنين عنا حفلات عن طريق منقولة عبل هوا أبا شرطان عن طريق وسائل الشرف أكيد يعني دائما مثل ما بنعرف التغطيات الإعلامية هي لازم تكون حاضرة بكلها هتبعتوا بكل خلال الفعالية هتبعتوا فاكسات أيضا لحضور والتغطية الإعلامية دائما نحن من التغطية الإعلامية يعني ما اختلف شيء بالإعلام حتى مبارح كان كلهم يغطي تماما حتى الشباب الإعلامين الفاتوا كان في عندهم مجموعة من إجراءات لقائية يعملوا الشباب عندهم كنا كنا نبدأ الأوبرا تماما شفت حضرتكم وفوتوا ويقعدوا ويغطوا بأماكن متبعدة بإن شاء الله بنخلص من هذه الأزمة بنرجع بالشكل كامل خلينا نحكي عن تفاعل المشافي والمرضى مع وجودكم وموجود الموسيقى فيها بما أنه هي أول مرة بيصير هيك تماما مبارح كان فيه تغطية إعلامية من قبلكم كان فيه كثير مجموعة يعني أول شيء الأطباء نزلت كلها حد وكان يعني هنا حالاً أخذوا الإجراءات الأدرة مننا بهذا الموضوع أخذوا إجراءاتهم كانوا موجودين ما كان فيه تجمع يعني بمعنى التجمع المرضى من الشرفات أنا عم يتفرجوه أدمت مجموعة من الأساتس تلمحها لعلي الموسيقى أدمت مجموعة من الأغاني وبمشاركة فناني فعني لاقت صدى جيد يعني حتى اليوم عنا عم نلاقي على صفحة الوزاوة نزلنا الخبر يعني بالنسبة للتعليقات واللايكات والمتابعة والمشاركات في كثير تفاعل هذا المشروع بالذات يعني ما توقفت عجلة أثقافي حتى بوقت الحرب وخاصة بوقت الحرب ولكن دائماً الظروف الاستثنائية أحياناً بتفرض نفسها وبتفرض بعض الشروط وأيضاً الإجراءات أجندة عمل كنتو حاطينها بـ 2019 لـ 2020 إن شاء الله تنضي على خير بقى وتروح يعني أكيد اختلفت بعض الأمور ضمن هذه الأجندة شو خطتكن لبعدين إن شاء الله دعني أحكي لك شي نحنا حتى بفترة مو بس بفترة الحرب ما وقفنا حتى نحنا بفترة عزمة كورونا ما توقفت الوزارة أكيد ضمن البيت أطلقنا بأي حد الفوت على أي صفحة من صفحات وزارة الثقافي في عروض مسرحية في عروض سينمائية في أفلام في أفلام سينمائية عفوا في عروض للأطفال ما وقفنا من نوب كان حتى الكتب تصدر الوزارة الثقافي كانت تزرع على صيغة البي دي اف في كتح حملية وتقرية صحيح ما قدرنا يعني ما وقفنا بس كنا منطلع عرشيفنا كنا من الشيء الموسقينو عرضنا للجميع لا يتصدر حتى معارض فن تشكيدي كنا نعرض من مقتنيات الوزارة مشاريعنا القادمة إن شاء الله عنا كثير في عنا إن شاء الله عم يتحضر لمهرجان سينما الشباب إن شاء الله اللي كان مقرر بالشهر الرابع نهاية الشهر الرابع سيكون في عنا مؤتمر ثقافي وحفلة دار الأسد والعروض المسرحية اليوم هلأ عم يتجهز عرض تحت عنوان منحنا خطر بحلب سيكون أول عرض مسرح سيعود للمسرح مركزنا الثقافية كل جهازات وإن شاء الله سننطلع انطلاقة كاملة أكيد منتمنى لك التوفيق جوني وأكيد منتمنى التوفيق لكل الكادر اللي عم يكون بوزارة الثقافي من شكر وجودك معنا شكرا للقاني سعد صباحكم